وقد اجتمع سعادة الدكتور عبدالله طيب الراشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأغندية كمبالا اليوم مع معالي السيد محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية في بداية الاجتماع هنأ وزير الخارجية وزيرة خارجية بنجلاديش على توليه منصبه متمنيا له التوفيق والسداد مشيدا بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والجهود المشتركة لتطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل وجرى خلال الاجتماع بحث وعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يلبي المصالح المشتركة إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك